موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سنتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير يا ربي يحقق لكم جعل أماني وربي يصوب لكم أي واحد بغاء الخير اللي يصوب ليه من عنده إذن قبل ما نبدأ حبابي ما تنسوش لايك والدعم ديالكم هو اللي يضيف لنا قوة ويزيدنا باش نستمروا إن شاء الله إذن غاد نديرها الوصفة الرائعة ديلناس الأقدام العيالات ديالزمان العيالات الفحلات العيالات اللي تركطوا ابنياتهم وحيدوا عليهم السحر وحيدوا عليهم السحر القديم وجديد كانت البنت مخطية كانت البنت مسحورة كان عندها السحر أقدام أو السحر المقابر أو السحر أي سحر إذن أحبابي هذه الوصفة ما تستهنوش بها لأن حطيتها وحطيتها ولكن رد زوجوا بهالبناس رد تعليقات بقين غادي نحط لكم التعليقات زوجوا بهالبناس وفعلا جابت معهم نتيجة أول حاجة غادي تخرجي عند العطار تجيب الفاسوخ إذن خدينا مقص جديد خدينا واحد الآلة دي الحلاقة اللي غادي تحيدي بها جاعة الشعر الزائد اللي عندك في الجسد ديالك انتي عارفة المناطق لي غادي تحيدي البقايا ديال الشعر اللي زائد غادي نعوم بهاذ الماء اللي غادي نعطيكم دابع غادي ناخد هذيك الفاسوخ اللي غادي نقسمو إلى قسمين نص غادي نتفوسخ بيه ونص غادي ندوش به مع الملحة اللي غادي إن شاء الله نعوم على هذيك المقص اللي قطعت به وهذيك الآلة اللي حيت بها جاعة البقايا والمشط اللي مشط بها وقطعت الشعر من الشعر ديالي الشعر ديالك هادي تقطعي شوية منه اذا غادي نعوم عليهم غادي نعوم عليهم بهذاك الفاصوخ اللي تبخته في كسرون وضفت ليه ماء ودخلت للدوش غادي نعوم عادي لان غادي نحط واحد لوعاء في الدوش غادي نحط ذاك المقص غادي نحط قاعدك شي اللي استخدمت بهذاك اليوم غادي نعوم عليهم غادي نعوم ندوش على هدوك البقايا غادي ناخد المقص والمشط والآلة والشعر اللي حيت من الجسد ديالي غادي نحطه كله في هدوك الوعاء الكبير الباني والكبير وغادي نخوي هدوك الفاصوخ الماء والفاصوخ نبقى نخوي على الجسد ديالي غادي تكون واحد الكمية لا بأس بها ستاة الصغير ونبقى نخوي على اليمين وعا اليسار ونخلي هدوك الفاصوخ على الجسد ديالي يوم كامل أما البقايا غادي نحيط المقص غادي ناخد واحد بلاستيكا غادي نحط فيها المقص ونحط فيها المشط ونحط فيها نحط فيها قاعدك البقايا نصفي هدوك الشعر اللي حيتم الجسد ديالي وعمت عليه بحيلا فوسختي الأقديم وجديد وغادي ناخد هادك ناخد هادك الشعر ناخد المشت ناخد الماقص ناخد اي حاجة اللي استخدمتها في هادك اليوم بعد ما دوشت بالماء والفاصوخ على هادك المقونات اللي حطيتي في البانيو غادي نهز كل سين ديرو بلاستيكا اما تحاولي انك تلوحي هاد المكونات في البحر او تلوحيهم في النهر او دفنهم اتحاولي تختاري ما بين هاد ثلاثة ولكن الاكتي تلوحيهم وجيت بخري تنشي تلوحيهم في البحر او النهر او يكون هادك شي مكان بعيد تاخدي مكان بعيد اما غابة وتحفري واحد الحفرة وتحطي هادك البقايا ديالك الميقاص الشعر المشت اي حاجة وترميع لهم التراب وتردمي هادك البقايا ديالك وتحيدي التابعة والسحر وكل شي اليك البحر من الاحسن انك تلوحي هاد المكونات في البحر المقاص الى قدرت تهرسيه هرسيه اي حاجة لوحيها في البحر الى وصلتي للبحر حليهم من هذيك البلاستيكا ولوحي البقايا كلهم اما تفسخ بالفاسوخ بعد ما دوشتي به بعد ما اجمعت هذه البقايا ولحتيهم ورجعتي المنزل في اي يوم في اي نهار مشيتي ولو يكون داست عليها يومين او نهار واحد غادي تلوحي هذيك البقايا ولكن يوم التبخير من بعد انك تلوحي هذيك التابعة ولحتي السحر ولحتي التباطيل ولحتي قاعدك الحاجة اللي معك سلك امورك سترجعي البيت وستنزل الفاسوخ في الدك وتقرأي عليه هذه الاية سبع مرات بعد ما تقرأي فاتحة مرة واحدة وتقرأي اية الابطال اعود بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلحه عملاء المفسدين 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 هذو اللي كررتم تكررهم ثلاث مرات او سبعة او خمسة وحاولوا تقرأوها سبع مرات على الفاسوخ غالي نوجد اما مقلات واما الفاسوخ في المقلات تعقي نتيجة ولا درتي على الفحم تكون جيد حاولوا انك الوقت تبخير انك تبخري تكوني لابسة عباية فضفضة وتحلي قال عقد اما الماء اللي عمتي به مع الفاسوخ باش تبطلي القديم الجديد والقطي راسك على نية انك غادي تحييدي التابعة والنحس واي حاجة معرقلة لك في حياتك وتمني اي حاجة في الخاطر ديالك الى الحسي في نفس النهار غادي ترجعي وتبخري راسك على نية ابطال جميع العوارد اللي عندك في الجسد ديالك بعد ما قريتي على الفاسوخ قريتي الآية وانتي تتخطي هدك المقلات او المجمر غادي تقرأي هاد الآية الآية اللي اعطيتكم قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلحوا عمال المرسدين خاصكم تعرفوا هذه الآية من اخطر الآيات اللي ستبطل السحر اللي قديمه جديد يريد دوموا عليها في الماء وتبقوا وتشربوها نقرأ على قنينة في الليل نقرأها سبع مرات الفاتحة سبع مرات الناس اللي عندهم السحر دائما يقرأوها على ماء ويشربوه يحاولوا يعرفوا النكهة دي الماء إلا كان تمر يعرفوا ورا سحر إلا كان تقيل را العين إلا كان مبين حلو ومر غادي تعرفوا ورا حسد إذن طعم دي الماء تي تبدل اللي قريتي عليه سبحان الله غالبا إلا كان مر تيكون سحر إذن الناس اللي عندهم أصحار الناس اللي عندهم مشكل ديال الزواج الناس اللي عندهم مشكل ديال توقيف الحال في العمل أو الدراسة أو أي حاجة يديروا هاد هاد الحاجة الشعبية هاد الوصفة الشعبية الخطيرة لتديروا النساء أقدام كانوا تيليكتوا البنت وتحيدوا للسحر لقديمه الجديد تيليوحوا البقايا دياله في البحر أو في النهر وتحيدوا العكس للبنت وتتزوج وفعلا داروها البنات وتتزوجوا بإذن الله إذن حبابي إلا عجبتكم وصرح لولي لايك دعموا القناة فعلوا الجرس أبناه بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة